الان الى وزير الدفاع الاسرائيلي اف جالانت الذي يواصل زيارته للعاصمة الامريكية واشنطن من اجل بحث مستقبل الحرب في قطاع غزة وايضا تصعيد في المنطقة ويسعى جالانت خلال لقاءاته مع المسؤولين الامريكيين الى تأمين الدعم السياسي والعسكري الامريكي واحتواء الخلافات ما بين حكومة نتانياهو وادارة بايدن واكد جالانت استعداد اسرائيل القتالي على كل جبهات بالمقابل من واشنطن مرسلنا جو تابت ينضم الينا اذا المهمة الابرز والاولى بالنسبة لجالانت جو هي تسريع تسليم الاسلحة الامريكية للجانب الاسرائيلي في ضوء الخلافات بين ادارة بايدن كما اشرنا والحكومة حكومة نتانياهو الى اي مدى يمكن نقول له جالانت قريب من تحقيق هذه المهمة هو قريب جدا ايمان وهذا السؤال في الواقع يضع المهمة الرئيسية ليو اف جالانت وزير دفاع الاسرائيلي في مكانها الصحيح العنوان الاساسي الذي يمكن ان نضعه على زيارة يو اف جالانت الى واشنطن هو السلاح ثم السلاح ثم السلاح لان واشنطن بدأت تدرك بان الحرب ليست محصورة في غزة الحرب تحمل احتمالات جدية وحقيقية بان تتسع من الجبهة التي فتحت مع الحوثيين في اليمن الى الجبهة مع ايران ومع عناصر الحشد في العراق والميليشيات التابعة لايران في سوريا وصولا الى تنظيم حزب الله الارهابي في لبنان واشنطن تدرك ذلك وهنا لابد من الاشارة بان يو اف جالانت خلال اجتماعاته بعد قليل مع وزير خارجية انطوني بلينكين وايضا سيلتقي وزير دفاع هذه الليلة على مائدة عشاء على ان يجتمع بقادة البنتاجون صباح يوم غد هو في الواقع يحمي الرسالة واضحة بان اسرائيل تخوض حربا مكان العالم الحر مكان الغرب بمواجهة ايران بمواجهة الجماعات الارهابية التي يمكن ان تشكل خطرا حقيقيا على الامن العالمي هذا كلام سمعناه مساء امس من جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي الذي وصف الشريط الفيديو الذي بثه تنظيم حزب الله والذي جاء فيه بان عناصر الحزب يستهدفون منصات الغاز الاسرائيلية قبلة مرفأ حيفا قال كيربي بان واشنطن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد اذا اليوم يمكن القول وبعيدا عن بعض الخلافات التي ظهرت في الايام الماضية بان واشنطن وتل ابيب على صفحة واحدة شكرا لك جو تابت مرسلنا من واشنطن